فصل السادس عشر كهنة جبال أوراس من قصة عقبة بن نافع إعداد أستاذ يسر محمد نجيب تبدأ أحداث الفصلة بانشغال عقبة بالتفكير في فتوحات جديدة علشان يعلي شأن الإسلام في نفس الوقت كان أعداء الإسلام بيدبروا المكائد العقبة وعلى رأسهم كان فيه ملكة جبال أوراس اللي موجودة حالياً في الجزائر كهنة جبال أوراس جمعت أولادها الثلاثة وقبل غيتهم أنهم ما يقدروش حربوا جيش المسلمين نظراً لأنهم هزموا كل القبائل اللي حربوهم بقى أخضعوهم لحكمهم كهنة جبال أوراس شافت أن فيه طريقة واحدة للقضاء على عقبة وجيشه ألا وهي يبقى أنهم يتتبعوا الجيش عقبة والطرق اللي صار فيها وبعد كده يردموا كل الأبار اللي موجودة في المناطق دي فلو عقبة رجع من نفس الطريق مش هيلقي أي مية وهيموت من العطش أبناء الكهنة فعلاً خرجوا مع أعوانهم علشان ينفذوا الحيلة المتفقة عليها وفعلاً ردموا كل الأبار الموجودة على جوانب الطريق اللي سلكوا عقبة في طريقه لطنجة ولكن ربنا سبحانه وتعالى أراد بأن المكيدة بتاعتهم ما تحققش الهدف المنشود منها وده بسبب أن عقبة رجع بالجيش بتاعه من طريق آخر عقبة وصل لطنجة اللي هي موجودة غرب جبال أوراس شاف عقبة البربر في هدوء تام وبالتالي ظن عقبة بأن البربر مالوا للاستسلام وبأنه ما عادش فيهم أي حد ممكن يحب الحرب وده دفع عقبة لأنه يأذن لمعظم جيشه بالعودة إلى القيروان من شمال جبال أوراس وأبقى معه 300 مقاتل فقط نهاية الفصل ونتمنى لكم كل التوفيق ترجمة نانسي قنع